معنا السؤال الثاني خاص بهل شراء سلع بفيزا مشتريات بنكية ثم التقسيط عن طريق البنك بعد الشراء بعمول التقسيط يعتبر حرام أول حاجة إن اللي عليه أو إن ما عليه الفتوى إن استخدام بطاقة الاقتمان عشان نشتري السلع ده جائز بشرط إن إحنا يتم تزديد المبلغ اللي المفروض نسدده ده خلال فترة السماح اللي بيسمح بيها البنك اللي هي 55 يوم تقريبا وبتكون عادة من دون فوائد ده النظام اللي معروف ومعلوم طيب أما بقى تأخير السداد عن المدة دي بحيث إنه يترتب على هذا التأخير فوائد فهنا الإنسان هيدخل نفسه في دائرة الممنوع بخصوص بقى السؤال اللي حريك بتسأليه وهو تقصية السلعة عن طريق البنك بعد شرقها من المتجر أو من المحل أو من المكان المعرض اللي أنتو بتجيبه منه أي مكان المكان اللي بنشتري منه هذه السلعة المقصطة ده أمر جائز أيضا بشرط إحنا بس الشرط وده قائم يعني بس إحنا بنباب التأكيد بشرط معرفة كامل المبلغ المستحق أو كامل المبلغ المطلوب سداده من أول يوم ومدد السداد أيضا قد إيه يعني أنا بقى عارف المبلغ كله كامل والفترة اللي حسدد فيها المبلغ قد إيه وهي صورة الهدف منها تيسير عملية الشراء على الراغبين فبيكون هناك تعاون بين بعض المتاجر أو بعض المحلات وبعض البنوك عشان إعانة الناس على ذلك وهذه الصورة بتعد من البيع بالتقصيد وهو جائز وقلنا كلام ده قبل كده وأكدنا عليه يعني مدام إن السلعة متوسطة في المعاملة يعني فإنها جائزة شرعا لأنه القاعدة المقررة إنه متى توسطت السلعة فلا ربا زيادة التمن هنا في بيع التقصيد هو في مقابل الزيادة في الأجل إن أنا مش هدفع كله دلوقتي إنما أنا دلوقتي هدفعهم على سنة هدفعهم على ست شهور فأنا هنا الزيادة في تمن السلعة ليست مال مقابل مال إنما مال مقابل الأجل اللي هي المدة اللي أنا حقصت عليها المبلغ يا صاحبات السؤال